هناك أيضاً اتصالاً بالمواطن المصري شق هام تطلع به وزارة الخارجية في إطار تشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان ورئاسة الوزارة لها وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضوع حقوق الإنسان موضوع يأخذ أبعاد كبيرة ومن الأهمية قبل أن يكون محل اهتمام الآخرين فهو محل اهتمامنا ومحل اهتمام السيدة الرئيس وإذا لم تكن تدل أي شيء من ما ترح خلال اليومين الماضيين فهو اهتمام بالمواطن المصري بتحقيق التنمية له والمنظور الشامل للحقوق الإنسان حقوقه السياسية حقوقه الاقتصادية حقوقه الاجتماعية وعدم اختصار الأمر أو توزيفه لتحقيق أغراض سياسية بعيدة عن فكرة إبراز مال الإنسان من حقوق وتوفير الدولة لهذه الحقوق وأفتكر ما فيش مسأل أدل عن حياة كريمة لأصبحت النهاردة مسأل يحتزى به في كل حتة على كيفية الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان وحقوق المواطن أيضاً الانخراط في المجلس حقوق الإنسان والدول الأخرى لرفع قدرتنا وإسكاء ما نخوم به من أجل مواطنينا ومن أجل أبنائنا وأحفادنا فسوف نستمر في الدفع وفي التصدي لكل المحاولات اللي بتحاول أن تستغل هذه القضية لأغراض سياسية الخاصية الرابعة طبعاً الاهتمام بالشقة الاقتصادي والتنموي ودبلوماسية التنموية الترويج للاقتصاد وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية التوسع في الشراكات الاقتصادية واللجان المشتركة ودعم دور القطاع الخاص الشراكة والحضور أيضاً لما اكتسبته مصر من ثقة ودعوتها لحضور مجموعة العشرين ومجموعة السبعة ومشاركتها المؤثرة في مجموعة السبعة وسبعين والسين وإن شاء الله ما هو قادم من مشاركة في البريكس كلها من شأنها أن توسع من التعاون فيما بيننا وبين هذه الخطاعات ودائماً هناك تقدير بالغ لما يطرحه السيد الرئيس في هذه المنتديات من أفكار حقيقة عملية اتصالاً بالدفاع عن قضية الدول النامية شرع طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر من أيضاً خصائص السياسة الخارجية والمسؤوليات الملقاة على البعثات في الخارج حتى يكون هناك إدراك لدي شركائنا وتواصل مع سواء القطاعات الرسمية أو قطاعات الرجال الأعمال وقطاع العمل الخاص هناك مجموعة طبعاً من التحديات البزغة المستحدثة التركيزة الآن على قضايا تغير المناخ وأثر ذلك على الشراكة الإنسانية في هذا الكوكب هنا الدور اللي لعبته مصر في استضافة ورئاسة كوب 27 ما حققناه من إنجاز لم يكن أحد يتصوره في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار كان حلم يروض الدول النامية وكان يعتبروا أن مجرد تضمينه على جدول الأعمال هو إنجاز مسبوك ولكن أن يأتي بإنشاء الصندوق في حد ذاته ليبرن على أن مصر تدافع عن مصالح أشقائها في الدول النامية وتستصيع من خلال الشراكات اللها ومن خلال التقى في قدرتها على تناول هذه القضية الهمة وسواء في دعم التخفيف من الانبعاثات أو في ضرورة التكيف مع تغير المناخ ولكن أيضا أهمية أن تلبي الدول المتقدمة لمسؤوليتها وتوفير التمويل اللي يؤهل لإطلاع كافة الدول بمسؤوليتها في هذا الشأن فهو في الحقيقة إنجاز كبير يجب أن نفتخر به شكرا